أهلا بكم من جديد اقتصادياً بحثة أو اجتماع مشترك بحثة بين وكيل وزارة التجارة والتمويد المكلف مع رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجة الناظر محمد الأمين محمد الأمين تيريك عمليات انسياب السلع والبضايع عبر ميناب بورت سودان عقب الزيارة التي كان قدم أو قد قام بها سيد وكيل الوزارة لولاية البحر الأحمر مؤخراً وأشهد وكيل وزارة التجارة والتمويد بجهود وتعاون الناظر تيريك في انسياب حركة التجارة عبر ميناب بورت سودان دعماً للاقتصاد الوطني من جانبها كذا رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجة الناظر محمد الأمين تيريك استمرار العمل بالميناء في مجال الصادرات والواردات بصورة طبيعية لافتاً إلى أهمية ممثلها الموانئ وأنها تعتبر الركيزة الأساسية لعمليات التجارة الخارجية للسودان داعياً إلى أهمية العمل بوطنية من أجل رفعة السودان ودعم الاقتصاد الوطني وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والبنى التحتية إضافة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم لمراجعة الصور النقل الموجود وكيفية إصلاح ما يمكن إصلاحه وتخلص من الفائض وفق القانون الخاص بالتخلص من الفائض كما وجه والي الخرطوم خلال زيارة إلى الشركة المواصلات باستهناف العمل فوراً وتقديم خدمة للمواطنين وأشار والي الخرطوم إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتقديم النصح الفني له باعتباره مساهم بنسبة 90% في حركة نقل المواطنين في العاصمة الخرطوم قالت إدارة المشروع الزراعي بالرهد أنها تستهدف زراعة 30 ألف فدان بمحاصيل العروة الشتوية وعلن مدير المشروع مهندس عبد العظيم عبد الغاني موافقة البنك الزراعي على تمويل ألف مزارع بضمانات أصول هيئة مؤسسة الرهد الزراعية للتقاوي مشيراً لأن عمليات اللقات لمحصول القطن تسير بصورة طيبة وتوقع أن يصل متوسط الفدان للقطن إلى 13 قنطاراً وكشف عبد العظيم عبد القني عن بعض المشاكل تتواجه المنتجين أبرزها تدني أسعار محاصيل القطن والفول السوداني والذرة مما انعكس في بضع عمليات الحصاب ضاعياً إلى أهمية وضع أسعار تركيزية لتحصيل المحاصيل بجانب تعطيل بعض الطلمبات الرأي والتي سيتم معالجتها ورفع الطلمبات العامة من ثلاث إلى خمس طلمبات بجانب ارتفاع تكلفة رسوم الرأي والتي سيتم حلها في وقت قريب أعلن مدير إدارة البشاريع بوزارة الرأي والموارد المائية المهندس فضل الله طيب عن جاهزيتهم لري 73 ألف فدان بهيئة الرهد الزراعية ضمن استعدادات الوزارة للعروة الشتوية وأضح أن إدارتها أكملت عمليات إعادة تأهيل وصيانة طلمبات بالمشروع لرفع طاقتها التشغيلية من 4 طلمبات إلى 6 طلمبات لمقابلة احتياجات العروة الشتوية اقتصاديا أيضا تفقدت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندسة السمحة أحمد عبد الكريم سير عمليات الاستعداد لجني القطن بعدد من المشاريع البروية بمحلية السلام وضحت السمحة أن المساحة التي تمت زرعتها بمحصول القطن هذا الموسم تجاوزت 11 ألف فدان عبر الشركات التعقودية والأفراد وتوقعت أن يحقق المحصول نتائج مبشرة ومن جانبها شارى مدير المشاريع المروية المهندسة صادق محمد غثمان إلى أن الشركات أو الشراكات التعقودية انتظمت في الولاية في العوام الأخيرة مبينا بأن محصول القطن حقق عائدا جيدا للمثثمرين والمزارعين الأمر الذي أدى إلى زيادة مساحته بالولاية نفذت هيئة المواصفات والمقييس بولاية النيل الأبيض حملة تفتيش واسعة شملت مستودعات الغاز بالولاية لإضبط الموازين والتأكد من مطابقة أوزان استوارات الغاز بالأوزان القانونية المتفق عليها بجانب التأكد من توفر وسائل السلامة في المستودعات وأكد مدير الهيئة أحمد الخير استمرار الحملات التفتيشية لتشمل مواقع أخرى في الأسواق والمؤسسات والشركات الاقتصادية والخدمية في كل محليات الولاية أكد أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض لأستاذ عمر الخليفة اهتمام حكومته بتطوير وترقية صدر الثروة الحيوانية وتفعيل كافة الشركات التعاقدية من أجل النهوض بقطاع الانتاج الحيواني بالولاية جاء ذلك خلال تدشينه اليوم المرحلة الأولى لسوق مواشي بمنطقة بره بمحلية جولي ووضع حجر الأساس لمباني السوق الذي تنفذه شركة خدمات الثروة الحيوانية بمساحة 60 فدان وبتكلفة كلية تقدر ب450 مليون جنيه وقال الخليفة إذا البشروع يحتوي على عدد من المزايا فيما يتعلق ببرنامج صدر وتربية الثروة الحيوانية مؤشرا للملاحظات الموجودة في عقد الشراكة مما يستوجب معالجتها بصورة عاجلة مؤكدا أن النسب الموجودة في العقد عادلة للمنطقة والمحلية والشركة المنفذة وأكد تأمينه على القرارات السابقة بتعوض ملاك الأراضي التي قام عليها المشروع أعلن أمين عام حكومة الولاية الشمالية حسن تاج الدين عائس خلال زيارته لإدارة أسواق المحاصيل بالولاية دعم حكومته لرؤية الإدارة في زيادة إيرادتها مشيرا إلى ضرورة وضع دراسة لتطوير تداول المحاصيل ليصبح إلكترونيا والسعي لقيام بورصة للمحاصيل ووقف أمين عام حكومة الولاية المكلف خلال اجتماعه بالإدارات على المشكلات والتحديات التي تتواجه العمل من بينها نقص المتحركات والوقود وبيئة العمل بجانب ضعف السعة التخزينية والحاجة لزيادة مساحات أسواق محاصيل الغوليد والدبح الخبر الأخير أعلنت الهيئة القومية للغابات بولاية الشمال كردفان عن بدء عمليات طق الهشاب في خمسة ملايين فدان ومن هذه المناطق ومروابة والرهد ومدم وشيكان وبار غرب وبارة وقال مديره الهيئة بشمال كردفان محمدين الأمين محمدين عمليات الطق بدت منذ منتصف أكتوبر الماضي وسط توقعات تشير إلى نجاح الموسم وأكد أن الموسم شهد تنفيذ برامج تشجير الرسمي والشعبي وإنتاج 2 مليون شتلة ونثر البذور الغابية في مساحة تقدر بـ 221 ألف دان بجانب تنفيذ برامج الأحزمة الشجرية داخل المشاريع المروية والمطرية في مساحة تقدر بـ 500 فدان